قرار رئيس جمهورية مصر العربية السيد اللواء هشام عبدالغني أمنة وزيرا للتنمية المحلية السيد الفريق محمد عباس حيمي وزيرا للطيران المدني وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية جاملة وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة أسلام أراضي السيد الدكتور رضى السيد حجازي وزينا للتربية والتعليم والتعليم الفني أبسم بالباقي العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد اللواء محمد صلاح الدين وزير دولة للإنتاج الحربي أبسم بالباقي العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيدة سوها سامير ناشد وزير دولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أبسم بالباقي العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيدة الدكتورة نيفين يوسف الكلاني وزيرا لاستقافة أبسم بالباقي العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيدة الدكتور هاني عاطف سوهلم وزيرا للموارد المائية والري أبسم بالباقي العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أنعى مشالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيدة المهندس محمود مصطفى كمال وزيرا لقطاع الأعمال العام أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن ألعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيدة المهندس أحمد سمير صالح وزينا للتجارة والصناعة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه السيد حسن محمد شحاتة وزينا للقوى العاملة أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب ورعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي السيد أحمد عيسى طاها وزيرا للسياحة والأثور أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الهندوري وأن أحترم الدستورة والقانون وأن أرى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه التوفيج اشتركوا في القناة